استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الإقضابية صباح اليوم مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي الأمين العام لوزارة الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة وخلال اللقاء شاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما وصلت إليه العلاقات البحرينية العمانية من مستويات متقدمة وتعاون مثمر يعبر عن متانة علاقات الأخوة التاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيقين وأكد سموه اهتماما مملكة البحرين بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون في شتى القطاعات ارتكازا على ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر تاريخية قوية ومتينة وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالخطوات التي حققتها سلطنة عمان على صعيد مسار التنمية والتطور بقيادة حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيب سلطان عمان مؤكدا سموه أن المجال مفتوح أمام تنمية التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات كما تم خلال لقاء استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بأفاق التعاون بين مملكة البحرين وسلطنة عمان وسبل دعمه وتطويره على كافة الأصعدة وقد نوها معالي الأمين العامل وزارة الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تنمية العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين كما نوها بإسهامات سموه على صعيد مسيرة مجلس التعاون وتعزيز التعاون الخليجي ترجمة نانسي قنقر